أكبر أعضاء البطن هو الكبد والكبد بيشغل أماكن أساسية داخل معظم مناطق البطن زي الراية هيبوكوندريام والأبيجاستريك وأحيانا بيمتد لليفت هيبوكوندريام والأمبيليكال ولو لسه ما تعرفش مناطق البطن وأسمائها ادخل دلوقتي تفرج على فيديو تجويف الجسم وابقى تعالى كمل المهم الكبد ليه وظائف كتيرة من ضمنها الميتابوليك والهيماتولوجيك ريجوليشن والبيل بروداكشن تعالوا بعد كده نشوف حدود الكبد الخارجية وأشهر العضاء المحيطة بالكبد هنلاحظ أن الكبد محاض من أعلى ومن الخارج ومن الأمام بالراية هيميديافرام والسطح الداخلي للكبد محاض بالاستومك والديودنم والترانسفيرس كولون والسطح السفلي محاض بالهيباتيك فليكشر أوفزا كولون والسطح الخلفي محاض بالراية كيدني أما بالنسبة لصورة الكبد موجودة على الإنفيروميديا البوردر أوفزا ليفر وده المكان الرئيسي لدخول وخروج الأوعية الدموية من الكبد والكبد محاض بالكامل بغشاء البروتينيام معادة الجول بلادر فصة والسطح المواجه للإنفيريور فينا كيفا ومنطقة البير إريا الموجودة بين الكورونري لجامينتس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر